أهلا بكم إلى جولة جديدة نتصفح فيها معكم أهم ما أوردته الجرائد الوطنية الصادرة اليوم والتي نستهلها بجريدة المساء التي قالت إن تقرير مجموعة العمل الموضوعاتي المكلفة بالمنظومة الصحية في مجلس النواب دعا إلى توظيف مدخرات بعض الصناديق كالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المغربي للتقاعد للاستثمار في المجال الصحي في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإحداث نموذج لتمويل التغطية الصحية الشاملة على أساس التمويل المشترك والتوزيع العادل للتكاليف إلى جريدة اليوم المغربي التي كتبت أن المديرية العامة للأمن الوطني كشفت أن مصالحها سجلت انخفاضا بنسبة بلغ 11% فيما يخص القضايا المتعلقة بالعنف ضد النساء سنة 2020 جاء ذلك خلال افتتاح يوم دراسي حول تحديات التكفل بالنساء ضحايا العنف والتفاصيل تقرؤونها على صفحات الجريدة ونختم جولتنا بجريدة الاتحاد الاشتراكي التي كتبت تحت عنوان المغرب يضخ ثمانية ملايير درهم لدعم 283 استثمارا في الصناعات الغذائية وقالت إن المملكة تتجه نحو تفعيل سياسة صارمة لضمان السيادة الغذائية للمملكة من خلال إعطاء الأولية لمفهوم صنع في المغرب الذي بات يشكل العمود الفقري للاستراتيجية المتبعة في قطاع الصناعات الغذائية اشتركوا في القناة